مرحبا تحياتي مشاكين على قناة Tjdeox Training اذا شاهدنا مرة نسمي توفيق اليوم حلقتنا و هي كلب هاسكي انه دائما يسحب شون احنا قدرنا نتخلص من هذا السحب نازم تعرف شون تنزم الكلب بطريقة معينة واتبعوا على الحركات اللي احنا سوي اياه بالفيديو شوفكم بعد الانترو طبعا مثلا تشوفون انه شون الكلب ده يسحب وانه ماكو اي قوانين بالمشي فنحنا كلنا نسويه احنا ندخل لتوارين طبعا هاي المسكري العلم غلط لازم تعرفون شون تنسمونه الكلب طبعا كل احد تكون موضحة بالفيديو و هنشوف شون الطريقة صحيحة نمشي بها الكلب مثل ما تشوفون هنا انا بديت انه امشي الكلب على الكلون ديش لازمه من نهاية الرقب يكونون يمي الكلب من يمشي لاحظون انه من ده اكثر اتجاه شون الكلب لاحظوا رسا شون انه ده يمشي صفح الكلب انه ما ده يمشي عدل لا يريد يكسر هو الاتجاه مع ذلك من اكثر الاتجاه بما يتحس انه يقوم وزي الكلب ما يريد انه ياخذ الاتجاه الان اذا اختاره فانت نازم بهاي الطريقة تسويها تختار لك مسافة تروح وتجي بيها طبعا انت حتشوفون مو حصة واحدة حتشوفون اكثر من حصة من نفس الفيديو عبارة عن اكثر من يوم انه شون الامور اللي وصلنا لها بالتدريب مثل ما تشوفون انه احاول انه مشي رايح جاي بعد شوية انه ستكون مع صاحب الكلب ستمشي ونشوف شنو يصير وياها مثل ما تشوفون انها شوية بده انه شوية اسلس يكون مو انه اضا ليسحب طبعا العلم اللي بنا يده اصورني يوم هالكلب مالتي فهو من دايد يروح الكلب فاني دا حاول انه لا بالعكس انه ما يدشي شاتته ودايد انه خليه يمشي يمي وظل اكثر للاتجاهات طبعا بالماشي دا حاول انطيع امر ستوب عامود انه يوقف انه يبدي يسحب او ينسى نفسه بالسحب فانطيع امر ستوب عامود يوقف مثل ما تشوفون انه اول ما بلاشت صاحبه تكرب ويا كريبها انه شون بده يسحب كلش قوي تلاحظون المعاناة انه يد تدعانيها من بلنية ماشي فيعني طلعت المشي عذاب يعني لازم هذا يتدرب ويعرف شون يمشي بدون سحب بدون اي شي ان شاء الله تشوفون من هذا الفيديو نتائج كلش حلوة ونكون مرضية ان شاء الله تابع انت الى الاخير وشوف انه اللح يصير موسيقى 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 ثم يترون انه لا ينفع كل ما انه تشد شوية ليش انه كبير بطيبال انه يعني يقمز وانه يوقف حالرجدية وورا نترون انه يوم ثاني انه شوية الامور صارت احسن شوية اسلس بس مع ذلك شوفوا من نهاية هذا المقطع شوان انه حيتشجع يركض احنا ما نريده يوصل هيتش مرحلة بالعاكس انه يديه دائما يمشي بسلاسة ويكون يمنى طبعا من حق الكلب انه يشم بالشارع مو انه ما تخلوه انه يوقف ما تخلوه يشم ما تخلوه ايش لا بس فتة الدريب كل هذا ممنوع لازم انه يمشي يمك وما يكون اي حركة يسويه الكلب مثل ما يشوفون انه النتائج صارت احسن انه امور طيبة انه اكسر اتجاه ما يسوي شي وانه يمشي يمي والامور تمام همشي انه اكسر اتجاهات مليه عن ندي اياه شوفوا هنا حتى انطيتها ليش رجعت صحت يمي اجي وقف يمي والامور مية بالمية مو انه كمل وظل ساحب وهنا طلعتم الكلاب الثاني اتوم هس هنا اكلب تشوي اجهاتم شجعة اكثر انه ذاتي تمشي اسرع فعادي يعني شي طبيعي مثل ما كنت لكم لازم نخلي مساحة يشمون مساحة انه يتعرفوا عن المكان لخاصة اذا مكان جديد عليهم المشي بس اهم شي انه دي احضرنا اوامور ستوب انه منه اوقف مو سحب كلش قوي يعني عادي مشي طبيعي ماكو اي سحب الموضوع هنا ماكو علاقة كانكو انشاء الله ده تعبر فشوية جذبة اتباه كلبتي بس بالاخير من اقولها يعني يعني انطيع امر انه ستاي توقف وما تسوي اي شي انشوفون اوامور تمام كل ما اقوف يوقفون كل ما يمشي مشون ايايا كل ما اريد اخي اخير اتجاهي يكونون ايايا ماشيين ماكو انه يدون انتجاه ثاني ماكو علاقة هنا داتي دي الشم هذا الشي طبيعي قلت لكم لازم يطيب المساحة تتشوف شغلة داخل هذا المبنى تأتي تروح عليها فهذا الشي طبيعي وانه امور تمام وشفتو انت الكلب طبعا اللي واع اليمين اللي دادة ربي كلب اللي اللي اليساري هذا كلب اللي لي اذا حبيتوا احلقة لا تسنوا بالاشتراك واللايك تحياتي لكم مع السلامة اشتركوا في القناة